الحدو بتبدأ في منجم الماء وبنشوف ساعتها المرحوم تايلونج بعد لما رجع من الموت ويوم ساعتها هاجم على المنجم ومولع فيه ومهدد ان هو راجع ياخد كل حاجة ومحدش هيقدر يوقفه وفطريقه لمحاربة التنين بن الهابلة بنشوف بعد كده عمينا بقول له بالوها بيقاتل سمكة مش عارف الرقيطة او اللخمة او او الوطوات او زي ما تسميها بقى مش مهم يعني المهم بعد شوية قتال كده وضرب من الطرفين وبيكسب وبيرجع بعد كده ابن واحدة من القرية كاية السمكة واكلة اساسا وبيقوم بعد كده راجع قريته لابو وابوه ابو البندق وابو الوزا وما انتخلينيش اشرح زي هو عنده ابين لا هو اكيد مش تبع المجتمع الالوان اللي من الجزمة ده لا هو يعني ايه ارجعين تشوف الاجزاء اللي فاتت عشان ايه مش نقعد اشرح لك المهم ان ابو كان بيحتفل مع ابو ابو بيحتفل مع ابو والله عن ابو مهم هم بيحتفل لو انهما بيفتتحوا محل النودلز جديد وبيكون عمال بقى يتصور مع العيال ولكن المعلم شيفو بياخدوا من افا امه وبيقوله ان حان الوقت الان ان هو يختار خلفته هو بمعنى صح مين هيبقى التنين المقاتل من بعده واول لما ابو هيختار خلفته ابو حيرتقي من التنين المقاتل لاعلى مستوى في الكونكو فو المهم ان هو هيبقى حارس العالمين حاجة كده شبه المعلم وجوي الله يكحيب ومطرح مراحة انما بقى الشخص اللي هيختاره هيبقى هو التنين المقاتل الجديد ولكن طبعا بو بيرفض لان هو مرتاح كونه التنين المقاتل وحابة بقى المعارك وجه التلات ومش عايز ان هو يعتذر دلوقتي شبه وجوي ويقول ماي تايم هاس كام ماي تايم هاس كام يا معلم ولكن شيفو ساعتها بيقوله ان الموضوع حيتم غصبا عن امه لان هو لازم يبقى فيه حارس للعالمين وجوي اختار اكتبقى خلفته وفي تاني يوم بقى بتبدأ المسابقات ما بين الناس عشان بو يختار من الخليفة اللي ولكن هو ما بيختارش ولا واحد من المرشحين عشان بيشوفهم لا لا هل دي مش جدرين او بمرتبة التنين المقاتل والله هو مين يمبينك كده بو الصحابة بيعمل كده عشان مش عايز لاقي خليفة ويضطر ان هو يسيب التنين المقاتل ويبقى فهم حلم العالمين ولا علم العالمين ما علينا يعني بو بعد كده بيروح يتأمل في المكان اللي كان اجوي بيتأمل فيه ولكن ما بيعرفش يتأمل عشان بيكتشف ان في حوالي عشر اصوات جوا دماغه اساسا عمين يتخنقوا مع معد وميخلينه مش عارف ان هو يتأمل لا ابو ده حوالي عادي جدا من تاخدش بالك عشر اصوات بس ده انتنار يا معلم ده انا فيه بتاع خمستاشر عشرين صوت في دماغي يعني عادي يا باشا كل يوم بيحصل ليه المهم ان هو اثناء التأمل بيشوف ساعته سنجاب تقريبا شكله غريب كده بيخش المعبد فابو ساعته بيروح على السنجاب ده وبيلاقيه رفع عليه مغطوة ويبدأ ساعته ان هو يقتله وبيفضل بقى يوقع في الحاجات عشان يلخم بو وبيقوم ساعته واخد منه عصائي بتاعته جوي وخالعة ولكن بو بيجي وراه بيقوم جاي مشان كله وباخد منه عصائي من تاني بعد كده واخده مديله حراس عشان يلموه في السجنة اثناء بقى ما بيجوا العمال اللي كانوا في المنجم لبو بيقولوله ان طايلونج رجع من الموت من تاني وسرق كل حديد بتاعهم ودمر كمان المنجم فابو ساعته المفروض ان هو محبوس فعلا بالارواح ايه اللي جابه دلوقت يعني مش في ايمنة المهم بيروح بعد كده عشان يحقق في المنجم اللي تدمر وبيشوف ساعته خطوات على الارض وكل ما ده بتصغر حبة حبة فبيحس ان السنجاب اللي هو حب السوداء لي علاقة بالموضوع فساعته بيروح له السجن وبنعرف ان دي تبقى تعلبة اساسا مش سنجاب يعني والن اسمها بص هو احنا مش عارفين ام اسمها هي مكتوبة في ترجمة زينج وعلى جوجل مكتوبة زين وفي الفيلم شوية اولوجين وشوية في اولوشين مش بص فاشوف انت عايز اسم ام ايه وانا انا هقول لها زين ماشي فماشي حالك يعني المهم انها بتقوله ان طايلونج مرجعش الحياة انما دي تبقى سيدة التنكر واللي قادرة على اغد شكل اي حاج ازا كان ميت او حي وكمان تكتسب خدراته لانها تبقى حرباية كده في نفسها يا حرفان حرباية يعني مهم انها اقوى صاحة للتحويل شكل عايشة على وجه الارض وزين سعيت ابطلد على ابو ان هو لو خرجها من السجن حتساعده في ان هو يلاقي الساحرة لانها عندها معلومات عنها فبو سعيتها زي الكلب كلب البندق ما تاخدش بالك يعني المهم ان هو بيخرجها من السجن وبينطلق معاها عشان يلاقوا الساحرة دي اسناء مزين اسان كتاعدة لما لا تشل ابو تبيد عليته للسكة اساسا بيكون باب الصحاب في اجتماع ما بين المجرمين وواحد منهم بيتكلم عن الساحرة وانها متعطشة للسلطة والدماء والبليارد والبنجة وانها هتبديهم في دهيا ولازم ان هم هنقلبوا عليها ولكننا بنعرف ان واحد من الاشرار دول اساسا او المجرمين دول كانت هي الساحرة اصلا واللي بتكون صغنانة خالصة اصلا يا باب الصحاب يعني عارف انت حاجة شبه ايه المسل اللي بيقول لك ايه صغير بس يحير وكبير بس تخين فان انا قلته ده مهم يعني انها عندها سلطة كبيرة فاشخة وكل المجرمين بيخافوا منها وبيدفعوا لها الضرائق كمان وعشان اللي قالوه ده فهي بترفع الضرائق بستين في المية ستين في المية مهمة اه مهم يعني مع الصحاب ان واحد من المجرمين بيعترض على الموضوع ده فهي بتقوم جاية واخدار ح Goes اه بتعلمه القدب يعني وبتهدده ان هو لو مدفعش الجزية هتحتل له هو مادنتو ولمجرمين ساعة بيمشو افاهم بيامر عيش بوزين بيوصلوا بعد كده الحانة مليانة مجرمين عشان يعرفوا يأجروا مركب ويروحوا للمكان اللي فيه الساحرة الشريرة دي ولكن اثناء ما بو بيكلم القبطان وبيغنعوا ان هو يأجر منه مركب بتكون زين عما تسرق المجرمين وثم ساعتها عزم ابو على اكل فابو ساعتها بيسألها وانت تدفعي منين حاجة ويقوم جاي خططها فالفلوس ساعتها بتوع من جبها والمجرمين بيعرفوا انها هي اللي سرقتهم فساعتها بيجيبوا عليها هي وبو بعد شوية ضربة حباش تكلف من هنا هنا بو بيرجعت فلوس لصحابها من تاني وبيهرب مع زينة على سفينت قبطان اللي بو كان بيتكلم معاه وبينطلقوا لوجهتهم اثناء بقى هم في السكة هزين بتحكي البو عن ماضيها وانها ملهاش عيلة اساسا وتربت في الشوارع واتطريت انها تسرق عشان تعرف تاكل وتعيش وبعد شوية وقت بقت السرق اسلوب حياتها مما بصحاب بعد كده هم بيناموا وبو ساعدة بيشوف رؤية عن الحرباية وهي بتقوله انها هتغزل عالم وتحديدا وادي اسمه وادي السلامة ولا لو مش ماخد بالك ده الوادي اساسا اللي بو عيش فيه هو اهله وناسه حديده كده المهم ان زين ساعتا بتقوله ان دي مجرد هلاوس وان هم هيوصلوا لوجهتهم واللي تبقى مدينة جونيبر مش حايف قلت اسمها صح ولا بس عديها المهم انها بتقبونا بالصحابة المكان اللي البيت زين كبرت فيه اساسا ويقع المكان زحمة فشه مليان فوضى وحرمية وليلا ساعدتك ولكن تان جاد الحمد لله المكان فيه اكل حلو فطبعا بو بيعشاء المهم بيزعبو بعد كده لما بيعرف ان الحربية مستولية على المدينة وبتاخد من اهلها جزيا كل شهر ومفلسهم اساسا فبو ساعدتها بيوعد زين ان هو هيهزم الحربية لانت الحربية دي الليلة ولكن بيجو ساعدتها الشرطة وبيعفشو زين لانها مطلوبة للعدالة وبو ساعدتها بيحاول ان هو يحلها ودي معاهم ولكنهم بيعفشو هو كبان فزين بتهرب بطريقتها وبتهربوا معاها وبعد شوية جاري كده ابو الصحاب بيقدروا ان هم يهربوا في مخبأ السرية مع زين وبينزلوا تحت الارض المخبأ الحرامية والمجرمين واللي بسم الله هي ما شاء الله عليهم بيكونوا برضو مش طايقين زين محدش طايق امها اساسا البيت دي المهم ان هم اساسا بيكونوا كمان عايزين يقتلوها هي وبو تبنامال يا لنبي ولكن ساعدت ابو بيحلها معاهم ودي عشان من مصلحيتهم كلهم انهم يهزموا الحربية بنت الحربية ويبافوا ساعدتها ومو زين هيعودوا معهم يوم كده فان بعد كده هم حيدوهم بالشلط ويغوروهم من المكان تاني يوم الحاج جبو والعم زين بيتسللوا لأصر بتاع الحربية اثناء ما ابو بو وابو بو هم الاتنين ابو بو وابو اللي جابوه المهم ان هم ساعدتها بيقلعوا على بو يعني ابو بو وابو بيقلعوا على بو هتاخدش بالك مهم ان هم بيقلعوا على بو فبيقرروا ان هم يطلع عشان يدوروا على بو المهم بعد مغامرة طويلة بيوصلوا بعد كده للحانة بتاعة المجرمين والمجرمين السنة كانوا على وشك تبخل وزة ابو بو ولكن ابو بو التاني بيهددهم وبيعمل فيها مجرم فاهم انت شباب وغسوا عليه وفاهم فاهم يطلع اللي هو عاف انت اللي هو بيطلعها اسلحة اللي يطلع دين كده فاهم انت المهم ان هو بيقدر بعد كان هو يخوفهم ويعرف مكان بو وبيوصل بعد كده هو والوزة لمدينة جونيبر مش عاب برضه قلت اسمها صح ولا بس عديها المهم ان هم بيفضلوا يدوروا عليه اثناء ما الحاج بو والعم زين بيقدروا ان هم هيتسلل خلال الاصر بتاع الحرباية ببقى فيه حراس كتير فاشخة اساسا نايمين فابوه ساعات هاو زين بيبدأوا ان هم يمشوا بالراحة كده فاهم على ثلاثيس صابعهم ولكن غطى البلعة اللي تلعو منها بتوقعوا بتعمل صوت عالي فاشخة عايف انت لما تبقى الواحدك في المضغ بالليل وانت بقى فاهم بتاكو بحاول تكون من حلة ولا حاجة فغطى الحلة ده وعالارض فاهم بتحس ان هو يعني ويفضل يلف بالجهزمة كده فضيحة ده يعني المهم يعني بصحاب يعني بعد الحكايات اللي انا قلتها دي كلها محدش بنحس بصحاب اساسا فابوه ساعات هاو زين بيكملوا تعديلت الحراس عدي جدا وكان بوه على واشك ان هو يعتص فزين ساعاتها بتحض يديها مناخير يعني تدعنا مناخيره كده عشان ما يعملش صوت فالعصة بتلف وتلف وترجع لصاحبها فبيتخليه فسي يعني تخيل ماصحوش من صوت البلاعة وسيحوا من صوت الفاسية او من راحتها ايهما اقرب يعني. المهم ان هما بيبدوها سعيتها يجوا وراهم ولكن زين وبو بيقفلوا عليهم الاستروبيه كاملوا تسلل. ولكن بو بيقعوا عليه افصوا بيتحبسوا بيكون غير قادر على استخدام قوى التنينة المقاتل. فسعيتها بيقول ان زين هتساعدوا. الحينية اولية. فبتحاول انها ترفع الزنزانة ولكن انها مش بتعرف. فبيديها سعيتها عصاية اجوية عشان تستخدمها في رفع الزنزانة. ولكن بنعرف ان زين اصلا كل الوقت ده كانت شغالة مع الحرباية بنت الحرباية. واضح انها كمان تلات حرباية. يعني حد يصق بتعلابة وحرباية اما هلتنينها وقفت من بعد يا بيه. بعد كده بصحبتهم جامد دي لحربا العصاية وبتاعة اجويو واللي قادرة اساسا انها هتخلي اي شخص يسافر بين العوالم اللي هي عالم الاحياء وعالم الارواح يعني. وكده ابوه سعيتها بيكون مصدوم ازاي زين شغالة مع الحرباية. ولكن الحرباية ساعيتها بتقوله انها كانت مرمية في الشارع عملة بقى فيها امتلاقة لزقاة من هنا وتسرق من هنا ومش عارفة انها تعيش. لحد لما الحرباية دي شافتها وتبنتها وبقت زي الايد اللي مين بتاعتها. اللي هي تطقطعي. طبعا انت بصحب دوقتي زمانك بتسأل هو ليه الحرباية اصلا كانت عايزة العصاية دي. فعلشان الحرباية كانت حلمها وهي صغيرة انها تبقى سايدة كونج فو. ولكن المدربين رفضوها بسبب النكات صغيرة وضائلة في الحجمات. بالحرباية ساعتها تجيت لطريق السحر وتعلمت ازاي انها تقدر تتحكم في شكلها بكل مهارة. ودلوقتي مش قدامها غير انها تروح لعالم الارواح باستخدام عصاية او جوي وتسرق كونج فو بتاع تايلونج وبقيت الاشرار اللي قبله وتبقى سايدة كونج فو. ولكن طبعا بو لما بيلاقي مفيش امل ان هو يكسر الزنزانة بيقوم بكسر الارض تحته ونزل ضربة في الحراسة. وكان هيهرب ولكنه ساعتها بيلاقي زين جات له واعتزلت له. فبيقرب منها عشان ياخد عصاية منها ولكنها بيطلع الحرباية قساً منت الحرباية وبتكون وغضى شكل زين. وتقوم ساعتها زقامن عالجبل مع ان زين كانت وغضى منها بعد انها ما تقزهوش. المهم ان احنا بنشوف ان بو موقعش انما هو كان متعلق في جزع شجرة. وكان على وشك ان هو يوعب ولكن ابوه واللي جابوه بيجوه وبينقزه عن ابوه وبيحكي لهم ساعتها على اللي حصل وان هو عاجل فاشل فاشل. ولكن ابو ابوه وابو اللي جابوه بيشجعوه بيرفعوه ساعتها معنوياته اثناء ما الحرباية بتفتح عالم ارواحه وبتخرج منها تايلونج وبتقوله انها استدعيته عشان يعلم افنونه الكلام ده كله. ولكن تايلونج بيرفضه بينزل ساعتها اقتال مع جنودها لحد لما بتقوم جاية سرق منه قدراته وحبسه في افصة. بعد كده بتفتح بابة تانية عالم ارواحه وتخرج منها ابوه وبتعمل معا نفس الحوار. وبتكمل بقى فهم تخريج بقى كل الاعداء بتعمين ابوه وتسق قواهم. بس ناء ما زين ساعتها بتتفرج من بعيده بتعرف ان مساعدتها تالحرباية كانت غلطة وبتهرب ساعتها من الاصر وبتلاقي في الشهائل حاج ابوه على ابوه اللي بيكون راجع للحرباية عشان يطلع عين ابوه ويرجع عصام تاني. فزين ساعتها بتحاول انها تمنعه علشان ما يموتش لانها بالقواية فشخ ولكن هو بيرفض فبينزلوا قتال ضد بعض ولكن زين بتعرف ان عمين ابوه حكم دماغه خلاص وما فيش حاجة تمنعه. فبتقارى ساعتها انها تروح تساعده وانها تجيب المجرمين صحابها ويحاولوا ان هم يساعدوا ابوه باي حاجة وخلاص حتى لو حيشتموا الحرباية بامها. في الاسناء دي اساسا عمين ابوه بيتقابل مع عداول قدامة وبيكون متفاجئ ان الحرباية اخذت قوة كل دول. قال له احيو ما انا عازمها ازايا دلوقتي يا رجالة. ولكن ابوه ما بيكونش قدامه خيار تاني او فقوس تاني. نوكت سيامية عشان ما حدش يفطر عليها. ذكر بقى انت ذكر افطرها بقى ستة سواب افطر صائر معادي جدا. المهم بيروح من بعد كده بقى بصعب عمين ابوه علشان يقاتل الحرباية وياخد منها العصاية. ولكن الحرباية ساعتها بتقول له عايزة العصاية خد. العصاية. انا خلاص اخدت اللي انا عايزة اساسا يعني هعمل بها ايه دلوقتي. وطم ساعتها بحول لشكلها لشين ونزل ضرب في بوه وطلعين امه. وبعد شوية بتتحول بعد كده البورو وبعد شوية تتحول للطايلونجو وبص فهم انت في تحوات كتير فشخ يعني ومشه القطاني حلو صراحة بس المهم ان في الاخر زين بتيجي عشان تساعد الحج بوه فالحرباية ساعتها بتقول اتنين ضد واحد مش مرجالة رجالة وطم حولها نفسها لكل اشعار اللي بوه هاجههم قبل كده. لو. طب احنا كنا بنقول اتنين على واحد. دول كتير فشخ يا رايس. انا حارب كل دول اتنين على خشرومية كتير برضه فاندم. المهم انها تنزل فشخ في العام بوه والحاجة زين وبعد شوية ضرب كده بتقوم جاء متحولها لشكل بوزة نفسه. اللي قال طب ليه حاجة انا ما اللي عملت ايه طيب انا حارب نفسي ليه. بو بو ساعتها افص. وبيتبقى زين لوحدها ضد الحرباية. فبو ساعتها بيديه عصاية اجويه بقوة الصداقة. حرفيا يعني. زين بتنزل قتال ضد الحرباية وبتقدر انها تصيبها بضربة قوية. نعرف ان كل ده اساسا بوه اصلا كان يقدر يخرج من الزنزانة ولكنه كان عايز يدي فرصة زين عشان تكتشف مهاراتها. لو. لا عادي نسيبت بنت تموت. انا بنت اللي هو طب الولي عجب انت فشخة ابيه. حتقتلها فلا عدد سيبها تموت. لازم تطلع التمنين للمقاطر اللي جواك يا ابني. المهم في اسناب الصحاب ما بو بيتكلم مع زين يعني الحرباية بتقوم وبتهجم على ابوه ولكن بو بيديها بونك كده بالعصايا بيخليها يغمن عليها. وباستخدام بقى العصايا بيرجع كوة الاشرار كلها ليهم من تاني. ومرة واحدة بدل ما بو كان قدام الحرباية بس بيلاقي نفسه قدام كل الاشرار اللي قابلهم حرفيا. ولكن تايلونج بيقول له ان وجوي كان على حق ان هو يختارك عشان تبقى التنين للمقاتل اللي حاج يا ابوه. وديقم ساعتها شاكر له هو باية الاشرار ولاجعين لعنى الارواح من تاني ومعاهم الحرباية بقوة الصداقة والحب وكذفهم المخرج. وبقى بصحاب زين بيرجعوا بعد كده الوادي السلام وابو بيعرض على زين انها تنضم لهم في المعبد بتاعهم ويدربوها ازاي تبقى منقاتل تكون فوق. مش بس كده دابو كمان بيختارها انها تكون خلفته. وشيفو ساعتها كان على وشك ان هو يعمل له حركة وحشة بمناخيره بعد كل ده يختار واحدة لسه عرفها من يومين انها تبقى خلفته. ايو يا صديقي هي دي قوة السنبانة او قوة الناس اوية لفي الافلام عموما يعني. ولكن احنا نفتكر هو المعلم جوي اصل اختربوه على اساس ايه يا معلم? تعدى دابو كنا وتبت دي مليون مرة يعني. المهم ان هو بعد كم يبدأ تدريبها مساعدة بقيت مقاطعين ننجا اللي انا ناسي اسموهم تقريبا كان اسموهم ايه? من نوع والله ما فاكر استنى كان اسموهم ايه? المهم انت المصدر حد هنا بالصحاف فحين بقول لك ان بس كده توتا توتا خلصت الحدوتا. قل لأسف الفيلم ده ما كانش قدلت مقاطعات خالص. لو مستنين اغني ففي اغنية دي ما انا مسجلها انا مش عايز اغني. ما انا حزين دلوقتي.